أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن هناك عدة أسباب أدت لسقوط ضحايا صفوف المدنيين الإسرائيليين خلال عملية توفان الأقصى التي اطلقتها كتائب عز الدين لقسام الجناح العسكري للحركة السبت الماضي ضد المحتل الإسرائيلي وبحسب تصريح أدل به صارح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فقد اقتحم نحو 1200 من مقاتل ألي قسام فرقة غزة صباح يوم المعركة الأول وانتهى هجومهم عليها بانهيار سريع للفرقة المسؤولة عن العدوان على لقطاع وتنفيذ الحصار والاغتيالة والتضييق على ألف فلسطينيين وتبعا لذلك الانهيار السريع أصبحت حدود غزة مع مستوطنات غلافها مفتوحة وهو ما شجع عددا من سكان غزة المدنيين وبعض المسلحين على اتحام المستوطنات وانتهى ذلك بحسب الحركة إلى حالة من الفوضى سقط فيها مدني أولى إسرائيلي وأسر غيرهم ولكن ليس على يد مقاتلي ألي قسامي كما تؤكد حماس مجددا لكن الحركة تشير أيضا إلى أسباب أخرى لسقوط الضحايا المدنيين ومنها أن قوات الاحتلال لم تفشل في حماية نفسها أو مدنيها فحسبه بل طبقت ما وصفته حماس بخطة هنيبال التي تتيح للجيش الإسرائيلي قتل الأسرى مع أسرهم على حد وصف الحركة أما سبب الثالث لسقوط الضحايا المدنيين وفقا لحماس فهو الاشتباكات التي وقعت بين كتائب لقسامي وحراس بعض المستوطنات خلال اقتحامها وفي مقابل تأكيد الحركة انضباط عناصرها والتزامهم بالقوانين الدولية المعنية بالحرب تتهم حماس قوات الاحتلال بقصف كل ما يمكن قصفه في غزة بما لا يستثني المنازل أو المساجد والمستشفيات